اشتركوا في القناة بالإضافة لقاعدة الأمر وتفاصيل كثيرة ستعرفنا عليها. أهلا وسهلا فيك. شكرا. خبرنا أبونا بطيش. كيف ولدت فكرة هارز نيمو؟ وش اللي بميزها؟ عندي عمي أنا خوري فريق أبونا مشيل بطيش. مونسونيور مريض شوية لهم. عمره 95 سنة. نحن بيتنا كنتي هتم بالقاعدة الأمر وقضي بالأمر. لأنه لحد اليوم في ناس ما بيقعدوا أرقى أو ما بيشحلوا الشجرية إلا حسب الأمر. أيمتين فراغ وأيمتين ملان. وقت الملان بيستعملوا. وإذا فراغ ما بيستعملوا. لأنه بيقلك أنه ما بتنجح. وهذا حساب الأمر حسب الأمر. أنا أخذت عنه الحسابات عن مرحوم بي وجدة. عمي طايلة على الوزامة اسمها الوزامة الأسبوعية. كل أسبوع برقة. نعم. مشت أربع خمسة سنين ووقفت. أنت طورتها. صارت رزنيما شهرية. أيوة. شهرية صارت. وعن طيلة أساساً هواية. نعم. تحطتها البعلومات. بعدين صارت اليوم إذا خمسة وثلاثين سنين. كل سنين بجدد فيها أشياء. نعم. صار في طالب كبير على يوم. بتتوزع بكل المناطق اللي بنا ننجي. صحيح. في عدة ترعية حطتنا على الغداء في الخارجي. صورة الرعية بالدنياها. نعم. صورة أكيدة بتتغير من سنة إلى سنة. هذه العام 2017 صارت جاهزي. وين ممكن نلاقيها أبونا؟ بكل المناطق مجهودة. بكل المكتبات. الكبرى المكتبات. بكل المناطق. والرعاية. في عدة بلدين عم يتمنوها. عم يخدوها. ليش حبيت تضم الأعياد عند المسلمين. بالإضافة للأعياد المسيحية. لأنها رزيما هذه أكيدة أنا كاهن. ولكن أنا منفتح على كل الأديان. في موسوعة موسوعة صدرت من كم سنة بيقولوا الأب الدكتور سمعان بطايش. يحترم كل العقيدة ودين واتجاه. نعم. بقى من هيك. بحب يشيل اتلاع في المسلمين. بالطرابلس بياخدوها. لأنه من الشيء الأعياد كلنا سواء. الأعياد موحدة. الوحدي يعرف أي متى العيد. أي متى مثلا عيد البشارة عند المسيحية. والعيد مشترك. من مصدر موسوء فيه. صحيح. صحيح. اليوم صارت هيني. أم نأخذ العياد على الانترنت. قبلين كنا نقعد ساعات وساعات حتى نعمل الحساب. لأنه فيه أشياء لقدام أشياء لورا. الحسابات هاي دي. بالإضافة لكل هالمعلومات الأساسية لأنها بحاجة لأيلا أبونا كمان. في إضافات أنت صارت تنظر. كنت سيني بجدد فيها أشياء نعم. السيني طلبوا مني عملت صفحة سميتها لبنانيات. سعى. فكرة كتير حلوة. شو هي هالصفحة؟ أقوال لبعض شخصيات لبنانية. نعم. خليك أبونا بليز إذا حدا ممكن يلم الأوراق لأبونا. بعد شخصيات دينية أو وطنية لبنانية. نعم. يعني أقوال أدبة وشعارة لبنانية. صحيح. صحيح. مثلا بطرق الحويق عن الاستقلال. بطرق هزيم. أمين الرحيني رئيس فوات شاب. جبران. بطران عودي. بطرق الصفير. بطرق بشارة راعي. نعم. سعيد عاقل إلي أبو ماضي. بلاحظ أبونا أن المواضيع لهالأقوال. منا بس مواضيع دينية. يعني مواضيع حياتية. اجتماعية. أكيد. وطنية. وطنية. اجتماعية فلسفية. نعم. بتطلب كتير وقت تحضير هذا الزنام. أكيد تحضير يجمع عجيبها. لأنه أنا بجمع تير. بسمع وبقرأ كل يوم. إلي أبو ماضي بيقول بيت شعر. إذا مر بي يوم ولم أتخذ يدا ولم أستفد شيئا فما ذاك من عمري. لا يملك إلا المالك. بدي أخذ شيء حتى يقدر وصله للناس. كذلك الأمر. نعم. أبو نبطيش حضرتك أكيد خادم رعية فريا. وكمان مسؤول عن هالرزنيمة المهمة. وكمان حضرتك أديب وشاعر ومعروف بإسترادك الكثير. اليوم صار في 22 إصدار بإسمك. نعم. اليوم صار في 22 إصدار بإسمك. نعم. خبرنا شوي عنهم. عندي هون عدد من الكتب. أكيد ما قدرنا نجمعهم كلهم. فيه من ذلك كم كتاب. أول كتاب عملته. شو كان. التاريخ يتكلم. لأنه أول مقال كتبته بالجريدة اسمه التاريخ يتكلم عن المجمع الفاتيكاني الأول 1870. نعم. احتفظت بالعنوان التاريخ يتكلم وانطلقت من وقتها. هون شكت عم تعمل. عم بتأريخ شوي التاريخ والأحداث المجمع الفاتيكاني الأول 1970. عملت مقال نزل بجريدة لقيب الأحوال. أول مقال نزل بالجريدة. وانطلقت وبلشت بالكتب. آخر كتاب. عملت عن البابا يوحان أبو الستاني موجود بين دائتين. عربي وفرنسي. أسة البابا يوحان أبو الستاني. هذه طبعا بزمار. نعم. بزمار هذا السنوبر. هذا باللغة العربية وكمان موجود باللغة الفرنسية. موجود. هو بأسة تانية. هو زيته. اليمين الغليف كذلك. لما يختلف تاني جهة. نعم. غليف بالفرنسي. نعم. لأنه إلي ذكريات معه خداسة البابا. نعم. وقت المرحوم بي. كنت بي روما وقعت لي خبزنا ووصلهم للبابا. فكروا أنه مثل ما نشوف البطرة خبزنا نشوف البابا. تلتقى فيه. زينا وقدرنا خدنا موعد ووصلنا لياه الأكل منهم وقعت لي رسالة وعطينا برقية صلاة وخضعوا للفحص الطبي هالخبزات شغل المرحوم يمي. قبل ما يتناولون. أكيد. أكيد. نعم. أحكي كمان عن باية إصداراتك. شو هي المواضيع التي تكتب علينا أبونا؟ عندي عديد كتب سميتهم قصة قصة الأديسي رفقاء. قصة الأبونا يعقوب. يعني تنوالت عدد من أهم الشخصية المناسبات أترشي. أم تريزا. يعني التوباوية التي تصارت الأديسي الأم تريزا. كتاب التاريخي يتكلم مجموعة مخالات نشرت بالجرايط نكتب عنك أنت أبونا. كتبين صدروا سنة 2014. هذا كتب الدكتور بيشيل كاعدين وكتب الدكتور أنتوان توني مطر. نعم. وعندي كتب اسمه الأعياد المريمية ومريميات. نعم. هذا عملته من سنة 2013. نعم. نفد كل الأعياد المريمية. بس نفرج دكتور بيشيل كاعدين نعم. بدي أحكي شوية عن هالمجلة اللي كمين أنت مسؤول عنه صوت الشاعر. نعم صوت الشاعر. بتطلع شهرية تنطق بالشعر الزجلي اللبناني. مش رفعلا تصحيحها أنا. وهون نكتب عن السنة. هلأ. كتبين عن روزنام. الشهر كلمان الأول. نعم. كتبين كلمة عن صفحة عشرين بظمني. نعم. صحيح. كتبين كلمة عن روزنام. ودكتور توني مطل عامل كم بيت شعر. وفي بيتين شعر لأيدي من ضمن روزنام. موجودين بشهر كنوني الأول. نعم. مجد الاستقلال. نعم. مجد الاستقلال. لا. المجد الاستقلال هذه تحت. مش بالروزنام. بالروزنام. طيب. أنا نستفيد من وجودك معنا أبونا بطيش حتى نسمع بعض البيوت مجد حابين نسمع شوي منك عن هالموضوع أو هالمناسب الدينية الكبيرية. هؤلاء البيتين اللي نزلوا بالروزنام. راهون عن الروزنام. تفضل. أي صفحة؟ طبعا كنوني الأول. تشيني الأول. بقول شعر الزجل ببلادنا ما في هبوط. شعر الزجل ببلادنا عنده رصيد. وكل ما ذكرنا اسم مريم عشطوط بيصير موج البحر للعذرة قصيد. حلو. عن الاستقلال موجود بالمجال صفحة عشرين. صحيح. كمين. بنا نسمع شيء عن عيد الميلاد المجيد إذا ممكن. نحن اليوم بزمن الميلاد كل سنة أنا بكتب شعر عن الميلاد. وقريبا أخطي لأ كتاب شعر. كل المناسبات الدينية والاجتماعية. وقعوا هلأ الوري ونحن نمشي بالتسلسل مثل ما كانوا. كل شيء منك حلو أمون. مثل مهنة. أخط حروف الاسم ميلاد. الميلاد كلمة ميمها ملوك الدني خضعوا أمامك يا أمير السلطني. وليا يقوت جواهر بيني واللام ليلك صبح وأدوم هني والأليف أوتار عود مدوزني والدال دفق من العطايا المتمني والدام خمس حروف واجب من ننحني ونعيدك يا طفل يا فادي البشر بعيد الميلاد وكل أيام السنة. حلو. الأرض للميلاد زايد شوقها وكل الخليق المؤمن وجو الفسيح والسماء وملايكتها وجوءها بتشارك بها العيد في أبها مديح والمغارة ملايكتها طوقها تترد عنها كل شر وكل ريح حلو المغارة والملايك فوقها بيذكروا بميلاد يسوع المسيح. الميلاد حتى نعيده في فرد الميلاد ليل الراح والصبح الإجا الميلاد يعيد السماء والأرض الميلاد يعيد المحبة والرجاء بالميلاد تحقق المأمول وملايك يعطف الصهراني بالميلاد نجوم عم بتجول وكل الخليق بعيد فرحاني عيد الميلاد تجلى والعالم كله صلى وجراس ترندح بالليل وجراس ترندح بالليل ورعيان تمجد الله لمين موجه شعرك أبونا يعني لما بتكتب هالشعر لمين بتهجو بعض برزنيمة بالمناسبات بالمناسبات الوطنية دينية اجتماعية تدشين طوال كتب هل بتتناول الأحداث من وقع مجتمعنا تجارب عم نعيش نحن كالبليلين بتعبر عنهم بشارك بكريمان طفل المغارة خير مثل النبع وهالمغارة شع أنوار خوفت هيراودوس رئيس الربع وإن طفل بقلب لبغارة من هاي راح قد الأطفال بيت لحم بدوا يتخلص منه خوفوا ولد المسيح فسرة الأكوان وإلى الرضيع تسابق الرعيان والمجد في العلياء يملأ جوها وسلام ربك في النهى عنوان يا رب يا زارع أمانك والسلام خلي علينا عطر أزهار الخزام خلي الدنيا أنوار ومحبي وهيام حتى الشعب للخالق يأدي السلام وحتى الشعوب تنام عريش النعام غصن السلام توصل رفوف الحمام ويا رب في ذكرى ميلادك يا كريم خلي السلام عم ما بين الأنام أبونا أدي هالكلام الشعر الرائع بخلينا نتقرب أكتر من إيماننا خلينا نستقبل هالمناسبات الدينية الكبيرة برحابة أكبر يعني خاصة لما الأجيال الصغيرة بتقرأ كل المناسبات المفرحة حلوة وكل عيد إله جماله وعيد الميلاد وعيد البراء عيد الطفول عيد البيض عيد السلام تجدد نعم اليوم نتمنى أنه طفل المغارة يغطي هو موجود معنا يوم عطالي أنا بابا نويل وغطي يا حبي طفل المغارة يغطي على الأشياء الخارجية أكل وشرب أنا عندي أصيدي هولي بها الموضوع هيدا 16 بيت 8 شهو عيد الميلاد وكيف لازم يكون 8 أشياء شهو البلاد نعم أبونا وقتنا تقريبا نخلص بس بدي ذكر المشاهدين بدي ذكر المشاهدين أنا وياك وين ممكن نلاقي رزنيمة السليم في نتخدر الميلاد أخصر بيتين تقدر الميلاد مش تاريخ بالدنيا عبر مش زيني على جسم الشجر مش أكل وغنى ورأس وشجأ وصهر ولا عطلي وصفر ولا بابا نويل المعتبر كلهم هولين ولا هي مش هيدا الميلاد منه منستئي أسمى العبر الميلاد رفء وخير ومحبي وظفر منه بتنجل أبها الصور مجد وعهد على العالم ظهر الميلاد الله جسد بأرض البشر يسلم تمك أبو نبطيش من هلأ بدي عيدك إذا ما شفناك قبل عيد بقاب نعيدكم منعيد الأمتفية اللي إلا أكتب اللي قاد إحنا وإياها وهذه هاروز ده ما شفت فيه عدد صور هوني نعم شكرا لإلك المناسبة تفدل نيالكن بالأمس يا رعيان شفتوا المسيح بمعرف القطعان واليوم نحن بنعمة الإيمان ناخد جسد يسوع بالإربان يا طفل يا زيني بهالأكوان يلجيد حتى تفتدي الإنسان كاغي وناغي بعيد ميلادك ورد الصفا والخير على لبنان نعم بالصفا يسلم تمك أبو نال شكرا لأسيدا فكرا وإن شاء الله الطفل هيدا بيكبر وبينما يتقالب الكون كله أهلا وسهلا فيك شكرا أهلا خليكم وفي مشاهدينا وم تي بي اللايب بيكمل خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة